بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أرحب بكم في هذا الدرس الجديد وأقدم لكم درسا من دروس قواعد اللغة العربية درسنا لهذا اليوم بعنوان استعمال الفعل المضارع مع الضمائر ضمير الغائب وضمير الغائب هو موضوع درسناه في درس سابق بشيء من التفصيل والفعل المضارع أيضا هو فعل درسناه في موضوع قديم درسناه في بداية العام الدراسي وهو أقسام الكلام وقد علمنا أن الفعل المضارع هو الفعل الذي يدل على وقوع عمل أو حدث في لحظة التكلم أي أنه الفعل المستمر ويدل أيضا بعد إدخال حرفي الاستقبال السين وسوف يعين للاستقبال حاول عزيزي التلميذ أن تصفني ماذا أفعل أنا الآن حاول أن تصفني بجملة مفيدة وهذه هي الجملة المناسبة التي تصفني بها الآن أمامك على السبورة هي الجملة يشرح المعلم الدرسة يشرح المعلم الدرسة أي أنه مستمر في شرح الدرس المعلم إذا كان مستمرا في شرح الدرس نقول عنه يشرح المعلم الدرس كما رأينا في الجملة الموجودة أمامكم على السبورة أما إذا أردنا أن نبين للمخاطب أن المعلم سيشرح الدرس بعد قليل نستعمل معه حرف الاستقبال سين حينها سنقول انظر إلى هذه الجملة سيشرح المعلم الدرس سيشرح المعلم الدرس أي في المستقبل القريب والسين هو حرف استقبال نستعمله مع الفعل المضارع للدلالة على المستقبل القريب أي أن الدرس قبل بدئه بقليل نستطيع أن نقول سيشرح المعلم الدرس أي أنه لم يشرحه إلى الآن المستقبل هو الوقت القادم أما إذا أردنا أن نقوله عن المستقبل البعيد حينها نستعمل سوف سوف يشرح المعلم الدرس سوف يشرح المعلم الدرس أي في المستقبل البعيد وكثيرة هي الجمل وكثيرة هي الأمثلة على الفعل المضارع علمنا أعزاء التلاميذ أن السين وسوف هي من العلامات التي تتمكن من خلالها معرفة الفعل المضارع عن غيره من الأفعال هاك مثالا سأعطيكم عدة أفعال ولنختبرها معا وندخل عليها حرفي الاستقبال سين وسوف سأعطيك بعض الأمثلة وأدونها أمامك على السبورة الفعل الأول يكتب يكتب الفعل الآخر يلعب الفعل الآخر يركض هذه الأفعال المضارعة أعزاء التلاميذ بإمكاننا أن نختبرها هل هي أفعال مضارعة أم أنها أفعالا ليست مضارعة يكتب هل يتقبل السين هل نستطيع أن نقول سيكتب سيكتب إذن سيكتب هذا السين لا يتقبله إلا الفعل المضارع وبإمكاننا أن نقول سوف يكتب وهذا سوف يلعب سوف يلعب السين وسوف لا تدخلوا على الفعل الماضي ولا على فعل الأمر بل هي مختصة بالفعل المضارع فقط سوف يركض سوف يركض وبإمكاننا أن نقول سيركض إذا كان المستقبل قريبا وقلنا أن المستقبل هو الوقت أو الزمن القادم السين وسوف هما من علامات الفعل المضارع ولا لا تدخلوا على غيره من الأفعال لا تدخلوا على الماضي ولا تدخلوا على الأمر هذه معلومة احفظوها في أذهانكم لتتمكنوا من تمييز الفعل المضارع عن غيره من الأفعال ننتقل أعزاء التلاميذ لحل تدريبات الفعل استعمال الفعل المضارع مع الضمائر ضمير الغائب لدينا في هذا التدريب صل كل كلمة في العمود الأول بما يناسبها من العمود الثاني لدينا عمود يحتوي على كلمات وعمود آخر يحتوي على عبارات المطلوب منا أن نضع كل كلمة مع العبارة المناسبة لها لتكون جملة مفيدة والجملة المفيدة هي الجملة التي فيها معنى الأسد الأسد يأكل فريسته الأسد يأكل فريسته الأسد يأكل فريسته يتسابقان لدينا كلمات التلميذان التلميذات الطائرتان المسلمون أي كلمة تناسب هذا الفعل المضارع هذا الفعل المضارع تناسبه كلمة التلميذان لأنه دل على المثنى يفهمنا الدرس يفهمنا الدرس التلميذات والطائرتان والمسلمون التلميذات يفهمنا الدرس التلميذات يفهمنا الدرس تحلقان في الجو أي كلمة تلائم وتناسب هذه العبارة تحلقان في الجو الطائرتان أم المسلمون أحسنتم الطائرتان الطائرتان تحلقان في الجو ولم يتبقى إلا هذه الكلمة المسلمون يحجون إلى بيت الله الحرام المسلمون يحجون إلى بيت الله الحرام هذا هو التدريب سأعيد عليكم قراءته بشكله النهائي المحلول الأسد يأكل فريسته التلميذان يتسابقان التلميذات يفهم الدرس الطائرتان تحلقان في الجو المسلمون يحجون إلى بيت الله الحرام تدريبنا الآخر استعمل الفعل يزرع مع الضمائر كما هو موضح في المثال وغير ما يلزم من تغيير أي أن الفعل يزرع قلنا أنه للغائب يزرع هو يزرع هو يزرع القمح للغائب للغائب المفرد المذكر أما إذا أردنا أن نستعمل هي فلا يجوز أن أقول هي يزرع القمح هي يزرع القمح هذا خطأ لغوي إذن هي نستعمل لها الفعل المضارع تزرع هي تزرع القمح هي تزرع القمح هما انظر هما لا يجوز أن أقول هما يزرع التغيير الذي سيحدث نغير الفعل هما يزرعان القمح هما يزرعان القمح هما للغائب المثنى للغائب المثنى هم فراغ القمح هم ضمير منفصل للغائب نستعمله لجماعة الذكور هم يزرعون القمح هم يزرعون القمح التمرين الآخر ضع هو هي هما هم هن في الأماكن المناسبة لها من الجمل الآتية فراغ يسافر إلى بغداد فراغ يسافر إلى بغداد هو مفرد مذكر غائب هو يسافر إلى بغداد هو نتقيد بما وجد في منطوق التدريب فراغ يسافرون إلى بغداد هم يسافرون إلى بغداد هم يسافرون إلى بغداد فراغ يسافرون إلى بغداد يسافرون فعل مضارع لجماعة الإناث هن 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 يسافرون إلى بغداد يسافران إلى بغداد يسافران إلى بغداد هما مثنى ضمير الغائب هما وقد أعطانا مجموعة من الضمائر المنفصلة للغائب يناسب كل واحد منها هذه الجمل تسافر إلى بغداد هي تسافر إلى بغداد هي تسافر إلى بغداد هي للمفردة المؤنثة الغائبة إذن استعملنا ما أعطانا من الضمائر المنفصلة للغائب ووضعناها في الفراغات التدريب الآخر أعزاء التلاميذ أكمل ما يلي بكتابة يحترم أو ينالان أو تفرحان أو يحبون أو يصفق كل فعل من هذه الأفعال له مكانه المناسب في هذه الجمل كيف سنتمكن من وضعها في فراغها المناسب يجب أن ننظر تناسب كلمات الجملة مع بعضها البعض لكي لا نخرج بخطأ العراقي العراقي فراغ أخاه العراقي أل نقول يحترم أم ينالان العراقي تفرحان أخاه العراقي أم العراقي يحبون أجرب ما أعطيت من الأفعال مع ما يناسبها من الكلمات الموجودة في الجملة إذن العراقي يحترم أخاه العراقي العراقي يحترم أخاه العراقي وهذا واجب إنساني بين الناس الإحترام واجب إنساني بين الناس هما فراغ جائزة هما فراغ جائزة هل أقول ينالان تفرحان يحبون يصفقن الفعل المضارع المناسب هو ينالان انظروا وهذه ألف العثنين ينالان هما ينالان جائزة هما ينالان جائزة الجملة الأخرى هن فراغ للفائزين هن فراغ للفائزين انظروا هذه الكسرة هذه الكسرة تميز لك الاسم المثنى عن الاسم الذي يكون لجماعة الذكور لو كان لجماعة الذكور لكانت النون مفتوحة أما هنا فالنون مكسورة وذلك يدل على الاسم المثنى يدل على اثنين وقد درسنا ذلك في درس سابق هن يصفقن للفائزين ولا تقرأها للفائزين بل هي للفائزين لأن النون مكسور هم فراغ المعلم هم فراغ المعلم هم يحبون أم يصفق يحبون المعلم هم يحبون المعلم فائزة وهند فراغ بنجاح أخيهما فائزة وهند فراغ بنجاح أخيهما لم يبقى إلا الفعل تفرحان فائزة وهند تفرحان بنجاح أخيهما أقرأ لكم التمرين بشكله النهائي المحلول العراقي يحترم أخاه العراقي هما ينالان جائزة هن يصفق للفائزين هم يحبون المعلم فائزة وهند تفرحان بنجاح أخيهما تدريبنا الآخر أعزائي التلامين أيضا عبارة عن فراغات وأعطانا ضمائر للغائب وقد درسنا ضمائر الغائب في درس سابق وقلنا أن الغائب هو الذي نتحدث عنه وهو غائب عن مكان التحدث أكمل ما يلي بكتابة هما أو هو أو هم أو هن هما هو هم هن ولكل ضمير من هذه الضمائر استعماله الخاص فراغ جملة الأولى فراغ يسيرون على الرصيف يسيرون على الرصيف وهذا الطبيعي أن نتبع النظام ونسير ونسير على الرصيف لنتقي خطر السيارات هم يسيرون على الرصيف واحرصوا أعزاء التلاميذ أن تسيروا على الرصيف عند عودتكم إلى بيوتكم الجملة الجملة الأخرى فراغ تحافظان على نظافة كتبهما فراغ تحافظان على نظافة كتبهما تحافظان فعل مضارع دل على المثنى دل على المثنى استعملنا الضمير المنفصل هما مع المثنى نستعمل ضمير المنفصل هما تحافظان على نظافة كتبهما والحفاظ على الكتب أيضا كما تعلمون هو من الأخلاق النبيلة التي يجب علينا أن نتمتع بها فراغ يجيد قراءة القرآن فراغ يجيد قراءة القرآن يجيد للمفرد المذكر الغائب الضمير هو هو يجيد قراءة القرآن هو يجيد قراءة القرآن الجملة الأخرى فراغ يسمعان النصيحة يسمعان النصيحة أي ضمير نضع في هذا الفراغ حاولوا أن أن تقولوا أي ضمير نستعمل مع يسمعان للمثنى الغائب هما يسمعان النصيحة هما يسمعان النصيحة الجملة الجملة الأخرى فراغ يشاركن أمهاتهن في تدبير المنزل يشاركن أمهاتهن في تدبير المنزل هن الضمير هن الذي استعملناه مع جماعة الإناث للغائب هن يشاركن أمهاتهن في تدبير المنزل نعيد إليكم أعزائي التلاميذ قراءة التدريب بشكله النهائي هم يسيرون على الرصيف هما تحافظان على نظافة كتبهما هو يجيد قراءة القرآن هما يسمعان النصيحة هن يشاركن أمهاتهن في تدبير المنزل وبهذا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر